اشتركوا في القناة شكرا لكم الله أيها الأخوة المشاهدون عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء في هذا اللقاء المتجددي بإذن الله سبحانه وتعالى يشرفنا ويسعدنا أن نتكلم عن هذا الموضوع المهم جداً على وهو كيفية استقبال شهر رمضان يعني كيف يستقبل المؤمن شهر رمضان طبعاً شهر رمضان ضيف ويأتينا في السنة مرة وكان الصحابة رضو الله عليهم يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبلهم منهم وهكذا تنتهي السنة إذن نحن من طاعة إلى طاعة إذن طاعة الدعاء بأن يبلغنا الله سبحانه وتعالى الشهر ثم دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا هذا الشهر هذا من أقوى ومن أفضل مواسم الطاعات التي تمر علينا صراحة ما في أفيد وأحسن من شهر رمضان كموسم من مواسم الطاعات والمسلم يقتنص هذا الشهر المبارك بأن يستعد له استعداداً عظيماً ويجتهد فيه اجتهاداً كبيراً إذن هذا هو مجال الطاعات والطاعات ليس فيها إيثار أي القربات ليس فيها إيثار بل الكل يبادر الكل يبادر لا تنتظر لغير أنت بادر أنت أحمل لواء التغيير لواء الطاعة لواء عدم المعصية لواء التوبة لواء قراءة القرآن لواء التراويح القيام الصدقات هكذا إذن حمل هذا اللواء يقول الله سبحانه وتعالى فيه كتابه الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يلا تمون نتنافس ما نبي نتنافس على الدنيا ما نبي الدنيا الدنيا خذتنا وشغلتنا بما فيه الكفاية فنحن نحرص على أن نتنافس في أمور الآخرة في الطاعات وأجلها شهر رمضان المبارك إذن يقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسين يعني في هذا الشهر العظيم ليتنافس العباد في كيفية طاعة الله عز وجل يلا خلونا نتنافس في هذا الشهر إحنا كلنا بإذن الله الله سبحانه وتعالى يعني الله يمد في أعمارنا وأن يبلغنا رمضان لأن كم من أنا شهدوا معنا رمضان الفائت ثم أخذ الله سبحانه وتعالى أرواحهم ولن يشهدوا معنا رمضان القادم نحن الآن على مشارف انتهاء رجب ثم نشرع في شعبان ثم ندخل في رمضان يعني خلاص إذن هذا هو الدعاء اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأنا قاعد أقول هذا الدعاء أقول اللهم بلغنا رمضان أنا عرف يعني شنو رمضان وشنو الاشتهاء في رمضان فأنا هنا أشمر عن ساعد الجد وأريد أن أكون العبد الطائع البنيب لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك في هذا الشهر العظيم شهر الطاعة شهر الصبر وشهر القرآن إذن المنافسة مثلا لنأخذ بها قراءة القرآن المنافسة إذن في قراءة القرآن وتلاوته وتدبره وتفسيره هذا جانب عظيم لو اجتهدنا في هذا لكفانا لو تشد حيلك في رمضان بس تبتقول أو تبتقول مثلا أبي اجتهد في كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وتفسيرا وتجويدا يلا ترى هذه نعمة عظيمة يمر عليك شهر رمضان مليء بالقراءة مع التدبر مع التفكر مع التطبيق مع الاستشعار أيضا مع تعلمي أحكام الأحكام الفقهية الموجودة في غرف القرآن الكريم وأيضا الموجودة في هذا الشهر العظيم إذن هو الشهر للتنافس إذن نحرص على كثرة قراءة القرآن أنت قاري قاري أكيد إن شاء الله قراءة القرآن لكن ما نبي قراءة قراءة يعني له قراءة اللي ما فيها استشعار أو خنقول القراءة اللي يعني ما فيها كثرة يعني شالفايدة يعني من رأيك القرآن ممكن ما تختم من لا ختمة وحدة أو ما تختم أنا طموحنا ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة ليش لا يعني كثرت قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل عليه السلام القرآن في رمضان كاملا وفي العام الذي توفاه الله سبحانه وتعالى قرأ مع جبريل عليه السلام القرآن مرتين ختم القرآن معه مرتين يعني هذا يدرك على شنو رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر مغفور لما تقدم من ذنبه وما تؤخر ومع ذلك يحرص على قراءة القرآن ويختمه مرة في رمضان وفي العام الذي توفاه الله سبحانه وتعالى يقوم بختم القرآن أكثر من مرة ليش إذن هذا دليل وهذا فيه إيحاء لنا وتبصر وتوعية لنا لكي نقرأ القرآن ما ننام يجمعها حسافة يعني ساعات النوم أكثر بكثير من قراءة القرآن ساعات التلفزيون أكثر بكثير من قراءة القرآن لا ما يصير هذا الأمر لا يجوز لا يصح حسافة إحنا بديننا قاعدين نخرب هذا الشهر أنا موايد ولا أقرأ القرآن أسهر كثيرا ولا أقرأ القرآن وشاهد التلفاز وألهى في الملهيات وفي برامج التواصل كثيرا حتى في رمضان ولا أختم القرآن لا ترى هذا المؤشر خطير راجع إيمانك يا أخي يا أخي راجع إيمانك صحح مسارك أقول لك شهر القرآن تقول لي والله مشغول في تويتر واتسب غيره من هذه البرامج وبرامج التواصل الذي أخذت من وقتنا الكثير أو الذي ينشغل في التلفاز والمسلسلات والمباريات وغيره 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 كله على حساب الطاعة أبدا يعني ما عنده ذاك يعني الاستعداد وإنه خلاص وإنه ما يشوف جدامه إلا القرآن شهر القرآن خلاص أبي أقرأ أبي أتدبر أبي أفهم إذن شهره إذن التنافس فيه القراءة القراءة وليست يعني أن يقرأه هذى هكذا قراءة سريعة دون أن يفهم دون أن يعي دون أن يطبق دون أن يتدبر أو يتفكر لا نبي القراءة فعلا اللي لتزيد إيمانا والقراءة اللي تزيد الإيمان هي القراءة التي يخلص العبد فيها الله سبحانه وتعالى يقرأ ليس ليقال قارئ لما يقرأ إخلاصا وتقربا وتحببا إلى الله عز وجل لأن حبك للقرآن هو حبك لله هو حبك لدينك أنت في هذا الشهر بين لله سبحانه وتعالى همتك بين حق الله سبحانه وتعالى اش كذر أنت تحب القرآن اش كذر تحب كلام الله عز وجل إذن خلاص نعقد النية ونعزم على أن نجتهد بالقرآن هذا هو الشهر القرآن إذن أو من أهم شيء في استقبال شهر رمضان قراءة القرآن نقرأ قراءة تفكر ومتدبر وتعقل حتى إن شاء الله نحصل على الأجر العظيم حتى نكون من الغانمين لهذا الشهر وليس من الخاسرين سأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسدادة والرشاد وأن يعيننا على حفظ كتابه وعلى قراءته وعلى تدبره وجزاكم الله خير يعطيكم العافية إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا بإذن الله لكم منا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر